بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريس مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء السابع من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومعنا مسائل حول خواص المحددات إذا كانت المصفوف A كما هو معطى أمامنا وبفرض أن قيمة هذه المصفوف A تساوي سالب سبعة المطلوب إيجاد المطاليب التالية أول مطلوب A محدد ثلاثة A هذا كما نعلم من القاعدة يساوي ثلاثة أس بعد هذه المصفوفة هو ثلاثة في محدد المصفوفة A الأصلية أي يساوي سبعة وعشرين في سالب سبعة أي يساوي سالب مية تسعة وتمانين المطلوب رقم B determinant A-1 محدد معكوز المصفوفة كما نعلم من القاعدة يساوي 1 على محدد المصفوفة 1 على determinant A أي يساوي سالب 1 على سبعة المطلوب رقم C determinant 2A-1 يساوي 2 أس ثلاثة وهو بعد المصفوفة A-1 المصفوفة A ثلاثة في ثلاثة وكذلك A-1 هي مصفوفة ثلاثة في ثلاثة من نفس البعد فالقاعدة تقول 2 أس بعد المصفوفة A-1 2 أس ثلاثة في محدد المصفوفة A-1 أي أن هذا يساوي سالب تمانية على سبعة المطلوب رقم D محدد 2A كل S-1 وهنا سيوجد الفرق في البداية نخرج 2 من خارج هذا القوس المرفوع لأس سالب 1 أخذنا هذه القاعدة من قابل حينما كنا ندرس مع قوس المصفوفة فهذا يساوي 2 أس ناقص 1 أي نص A-1 هذا يساوي نص أس ثلاثة وهو بعد A-1 في محدد المصفوفة A-1 أي يساوي ثم في سالب 1 على سبعة أي يساوي سالب 1 على ستة وخمسين آخر المطلوبات حساب قيمة المحدد المحدد التالي A-B-C G-H-I D-E-F نحاول بطريقة أو بأخرى أن يكون هذا المحدد يساوي عدد ما مضروب في المحدد الأصلي ونستغل قيمة المحدد الأصلي وهو سالب 7 فماذا نفعل؟ نبدل العمودين الثاني والثالث C2 بدلا من C3 هذا ما سوف نفعله وهذا كما تعلمون يغير إشارة المحدد A-B-C D-E-F G-H-I كما تعلمون أن هذا المحدد هو محدد مدور المصفوف A وكما نعلم أن قيمة محدد المصفوفة تساوي قيمة مدور المصفوفة ذاتها فهذا أيضا يساوي سالب 7 إذن هذا يساوي سالب في سالب 7 يساوي مجب 7